مركز المؤتمرات في المدينة الجامعية بحضور صاحب السمو الملكية الأمير تركي بن فيصل بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية والمشرف العام على المعرض سيرة العظماء تبقى خالدة في الذاكرة وعلى مر التاريخ لتكون شاهدة على إنجازات عظيمة لرجال عظماء وعلى ضوء ذلك افتتح في منطقة حائل معرض شاهد وشهيد برعاية صاحب السمو الملكي الأمير السعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز أمير منطقة حائل وبحضور الأمير تركي الفيصل في مقر جامعة حائل الذي نظمته واستضافت فحائل اليوم تحتضن تاريخ وليس فقط لشخص وإنما تاريخ أمة المتمثل في شخص وهو شخص ملك فيصل رحمه الله فالكثير من الأبناء ومن الإخوان لم يعاصر عهد ملك فيصل نحن عصرنا وعرفنا فأرجو إن شاء الله أن الحضور يكون بكثرة لهذا المعرض وذلك لأنه في فائده للوطن ككل وليس فقط أبناء الملك فيصل ليسوا يطوفون بهذا المعرض لكي يذكروا الناس فيصل فيصل معروف الحقيقة وإنما أيضا يذكروا هذا البلد بفترة من الفترات الصعبة التي مرت به وكان الملك فيصل بعد الله عز وعلا حسن منيع ضد كل أعداء هذه البلاد الملك فيصل رحمه الله نبع من شجرة طيبة ونهل علومه وأخلاقه ومكوناته من أبيه المؤسس الملك عبدعيز رحمه الله فلا يستغرب أن يكون أدى ما أدى في خدمة المواطنين وفي خدمة الوطن وأنا أتطلع إن شاء الله أن هذا المعرض سيتجول في بقية أنحاء المملكة أولا ثم ننتقل إن شاء الله إلى دول أخرى المعرض يضم في أرجائه وزواياه العديد من الصور للملك فيصل رحمه الله والتي تحكي خلفها الكثير من الأحداث والإنجازات والتي مشى فيها درب التاريخ منذ صباه شاهدا على عصره فتم تأملا فشابا وقورا فكهلا حكيما فشيخا زاهدا ملك فيصل طبعا له مكانة مميزة في العالم الإسلامي والعربي ككل وليس فقط في المملكة العربية السعودية فإن شاء الله المعرض هذا سيبقى في المملكة الآونة هذه ولكن في نية إلى أن نصدر إلى الخارج إن شاء الله في المستقبل القريب الجدير بالذكر أن معرض شاهد وشهيد سيستمر لمدة شهر في منطقة حائل مقسمة إلى قسمين 15 يوما للرجال و15 يوما أخرى للنساء من علامات حياة الأمم أن تبقى تذكر عظمائها مهما تباعد بهم الزمن لتبقى صورتهم راسخة في نفوس الأجيال وها هو معرض شاهد وشهيد يقف شاهدا على حياة الملك فيصل رحمه الله عبدالعزيز الغرير للأخبار حائل